المرأة الحائض يقولهم بالجواز للحاجة و أنا أقصد القراءة دون مس المصحف فإن مس الحائض للمصحف لا يجوز باتفاق أهل العلم اتفق أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماع على أن المرأة الحائض ما تلمس المصحف لكن تقرأ القرآن خلاف منهم من يمنع مطلقا يقول ما يجوز حتى تطهر و منهم من يبيح مطلقا يقول ما في دليل يمنع و منهم من يذهب إلى الحاجة مثل محفظة معلمة طالبة مثلا حافظة تنسى عادتها طويلة يجوز هذا الراجح من أقواله للعلم نرجع الآن إلى مسألة سجدة التلاوة هل إذا مرت بسجدة التلاوة يجوز لها ذلك هذه مسألة خلافية جمهور الفقهة على أن سجدة التلاوة يشترط لها ما يشترط للصلاة من الوضو من ستر العورة يعني استقبال القبلة هذا قول جماهير أهل العلم و في المقابل ذهب بعض العلماء من أهل التحقيق إلى أن سجدة التلاوة لا تأخذ أحكام الصلاة لأنه ليست بصلاة فلا تأخذ أحكام الصلاة من حيث الطهارة و ستر العورة و استقبال القبلة و هذا القول فيما يظهر لي و الله تعالى أعلم أنه الراجح هذا الذي يظهر و الله أعلم أنه هو الراجح لأن سجدة التلاوة سجدها المشركون و أقرهم النبي عليه الصلاة و السلام لما قرأ سورة النجم سجد أهل مكة كلهم إلا واحد فأقرهم النبي عليه الصلاة و السلام هذا السجود عبودية عبودية مطلقة لله لأن العباد على قسمين في عبودية اضطرار و في عبودية اختيار عبودية الاختيار عبودية أهل الإسلام عبودية الاضطرار كل من في السماوات و الأرض من الملائكة و الإنس و الجن و السماوات و الجبال و كل شيء هم عبيد لله اضطرارا إن كل من في السماوات و الأرض إلا آت الرحمن عبدا